أهلا بكم أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البحرين والولايات المتحدة قد ساهمت في ارتفاع حجم صادرات المملكة إلى أمريكا بنسبة 100% وذلك بعد مرور 10 سنوات على توقيعها وأوضح الزياني في فعالية نظمها مركز مبادرات المشروعات في الغرفة بالتعاون مع السفارة الأمريكية أن نسبة الصادرات الأمريكية إلى البحرين زادت بنسبة 68% بفضل اتفاقية التجارة الحرة وأكد المشاركون في الفعالية أن اتفاقية التجارة الحرة تعتبر بمثابة حجر أساس في تاريخ العلاقات الاقتصادية البحرينية الأمريكية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار أطلقت تمكين بالشراكة مع مؤسسة موغلي ورشة عمل لمدة أربعة أيام ضمن برنامج توجيه مخصص لدعم نمو وتطوير رواد الأعمال البحرينيين وتأتي ورشة العمل تحت مظلة برنامج توجيهي رائد من تمكين في مرحلته التجربية وقد تم اعتماده من قبل المنظمة الأوروبية للإرشاد والتوجيه حيث ستزود علاقات توجيهية لرواد الأعمال المشاركين الذين سيتم تشبيكهم مع موجهين بحرينيين مدربين من الناحية المهنية والشخصية لمدة عام من أجل زيادة فرص نجاحهم خلال رحلتهم الريادية ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال في البحرين على الصعيدين المهني والشخصي لتعزيز مهارات القيادة لديهم إضافة إلى توفير الفرص لتوسيع أعمالهم على الصعيد الإقليمي والله صراحة من اللي شفناه صراحة واللي يميز الريادين البحريين أو الأنتركنوز البحرينيين يعني حاسنا فيه جدية كبيرة في العمل مستوى التعليم عالي جداً فيه حماس شديد وفيه أفكار جميلة جداً يعني فيه أفكار خلاقة ومميزة صراحة من أهم المهارات اللي احنا منركز عليها هي مهارة التواصل لأنه كعلاقة إرشادية مبنية تماماً على موضوع التواصل ما بين المرشد أو الموجه والريادي نم القطاع غير النفطي في البحرين أكثر من ثلاثة بالمئة في 2015 وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادري عن مجلس تنمية الاقتصادية في حين بلغ معدل نمو النتج المحلي الإجمالي للعام الماضي اثنين وتسعة عشر بالمئة وبلغ النمو في قطاع البناء نسبة ستة بالمئة وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة نسبة سبعة بالمئة وقطاع الفنادق والمطاعم نسبة سبعة فاصل ثلاثة أعشار بالمئة في حين انخفضت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى تسعة عشرة بالمئة الأمر الذي يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر